عشان معي للأسف في وقت قوليه جدا وخلاص منخلص معي 4 دقيق معاك دقتين وحرك معاك دقتين انت معاك ده هتكلم في امام عشور امام عشور يعوض حمدي فاتح ازاي القصة مش امام عشور يعوض حمدي فاتح ازاي هو دلوقتي النادي الاهلي الطريقة اللي كان معروف بيا السنة اللي فاتت الطريقة اللي كانت بيقوم دايما اللعيبة التلاتة بتوع نص ملعب واحد بيفضل ستة يقوم بتدول بتطلع كرة من تحت اللي هو العيب رقم ستة مرانة عطية والاتنين رقم تمانية قليو دانج وحمدي فاتحي كان دلما بيخش في انصف المساحات اللي بتتخلق ولكن القصة دي اتهرست والقصة دي خلاص كل افريقيا وكل الدول المصري ذكرها وذكرها على فكرة مابل ما موسم انتهي وما حدش قدر انه هو برضو يوقف النادي الاهلي من الحتة دي بس مع الوقت زي كده ما جوارديولا بيعمل كل سنة بيبقى داخل بافكار جديدة اعتقد ان السنة دي عدم وجود حمدي فاتحي ممكن يؤثر على النادي الاهلي في دور الادوار اللعيب رقم تمانية اللي بيتخلق في انصف المساحات ولكن انت عندك سلاح مهم جدا وهو امام عشور امام عشور هو اكتر لاعب في الدول المصري شاط من برى منطقة الجزاء السنة اللي فاتت في نص الموسم الاولاني باكتر من اربعتاشر تزديدة من خارج منطقة الجزاء الجاب منهم جنين والتزديدات دي كانت ادى عدد لعب النادي الاهلي بتوع نص الملعب كلهم من برى منطقة الجزاء فانت السنة دي جائز جدا انك تشوف سلسيات بتتعمل في الجبهة اليمين والجبهة الشمال عشان خاطر الكرة تلعمل بالعرض لان السلاح امام عشور سلاح مهم جدا لما بيبعندك تكتب الدفاع قبل ما خلص كلام بيبعندك تكتب الدفاعي الحاجتين تضرب بهم تكتب الدفاعي اول حاجة كور العرضية عشان خاطر الزحم التي موجودة واحد يطلع ياخد بدماغه اول حاجة تانية وقت تزديد من خارج منطقة الجزاء اللي ما كانتش موجودة في النادي الاهلي اخر سنتين لغياب عمر السلاح لسبب الاصابة في امام عشور ممكن هيكون اضافة كبيرة جدا في تكتك مارسر كورر مع النادي الاهلي